في إطار الجهود التي تبذلها مصر لإحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط دع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أثناء لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في نيويورك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب بيانا للرئاسة المصرية يوم الخميس البيان الرئاسي أشار إلى أن اللقاء شهد تأكيدا من الجانب المصري على أهمية استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة فيما كتب نتنياهو على تويتر إن محادثاتهم مع السيسي تركزت على التطورات الإقليمية دون مزيد من الإضاحة وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تأييده حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أثناء كلمة الله في الأمم المتحدة في أول تصريح عن تأييد إدارته لهذا الأمر كما أوضح ترامب بأن خطة السلام التي تعد لها إدارته تحت مسمى صفقة القرن سترى النور خلال الأشهر القليلة القادمة فيما يقاطع الفلسطينيون الحوار مع واشنطن بعد أن تراجع ترامب عن سياسة انتهجتها الولايات المتحدة لفترة طويلة باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة الأمريكية إليها من جهته قال نيتنياهو في بيان إنه على ثقة من أن خطة السلام التي وعدت بها الولايات المتحدة ستدعم مطلب إسرائيل المتعلقة بالإبقاء على السيطرة الأمنية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المستقبلية هذا وتأتي جهود مصر لمواصلة محادثات السلام المتوقفة منذ العام 2014 بالتزامن مع توسط القاهرة لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة وسط عمال عنف على امتداد الحدود بين إسرائيل والقطاع حيث ينظم الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية شكرا